السلام عليكم و مرحبا بكم معي مرة اخرى في القناة اليوم ان شاء الله سوف نشارك معكم تحلية جميلة في شكل ساعه و كذلك في المطاق سوف ندرها بالفلون بنكة الفانيلا و الفراولة او لا بودينج تليق لي المناسبات كذلك الحفلات مكونات هلا و مبسطة لكن سبع معي لفيديو حتى الاخر باش نشوفوا الطريقة كيفاش نتعاملوا مع هاد الشكل هذا اول حاجة ندروا فلون عادي اللي في نصف لتر من الحالب علبة من الفلون اللي كتعير 2 و 1قرام اي علبة اللي كتخلط مع نصف لتر من الحالب ميهمش القرامات بودينج بنكة الفانيلا بالنسبة السيدات الغير مغربيات ملعقة ونصف من السكر الخاشن و ندنا علبة واحدة من دانيت بنكة الفانيلا هاد نديروا الفلون تعنا عادي من غير الدانيت فالتنجرة نوضعوا العلبة متاع الفلون مع ملعقة ونصف فقط اللي درت انا هنين تاع السكر ما بغيتش نكتر لان عندنا دانيت بحلو ونصف لتر من الحالب غاد نخلطو كل شي هكا على البارد ونمروه للنار اللي غاد نبقاو مواصلين تحريك ومن بعد هنا كيف ما شفتوا معي غاد ينضيف دانيت بنكة الفانيلا وغادي نحرك مزيان ومباشرة غادي نزوله من تنجرة نوضعه في مج أو الكأس ومن بعد نلتقيه لاحقا يجب أن نضع طبقة الثانية من البودينغ كما ترى معي نضع هذا الشكل سوف نلتقي هنا انا حصلت على 10 ديال التويسس هادو زيت اعاود ملأتهم مرة اخرى خليتهم على سطح العمل حتى يقبطوا فرصهم واحد شوية والبيت غدي ندخلهم تلاجة عندي الطبقة الثانية فيها مصليتر من الحليب 2 ملعقة من السكر 2 ملعقة من نيشا يكون ملعقة كبيرة مملوقة لدينا واحد علبة من الفلون بدون سكر بنكس الفراولة او البودينغ بنكس الفراولة كما ذكرت اخواتي ما كيهمش القرامات دائما اللي كيتخلط مع نصف لتر من الحليب في الطنجرة غدي نوضعه الفلون او البودينغ بنكس الفراولة 2 ملعقة من نيشا 2 ملعقة من السكر وغدي نخلطه مع الحليب على البارد كيف ما تنعرفو هنا غدي نمر معكم للنار هنا دائما على نار تكون هادية مع التحرك المتواصل بالنسبة لهذا المرحلة هدي ضروري اخواتي اننا ننتبهوا عليها فقط يبدأ يغلي عندي الخالط يعني غدي نشوفه معي يغلي ما نخليهش حتى يعني يعقاد او لا يختار لان عندنا انشا فقط يغلي عندنا شوية دي الفقعات هكا بدو كيتكونوا صافي او لا كيبدو هادو فقعات كيتلعوا من الجوانب غدي نزولوه من على النار يعني ما نخليهش حتى يتكتل او لا يعقاد بزه لانه غدي صعب علينا اننا نوزعه في القلب نتعسيليكن هدي مسألة مهمة هنا كيف ما شفتوا معي كنزولو من الطنجرة وكنوضعوه في اي ايناء ثاني لنقدروه اننا نوزعوه درس هاد القلب هادا اذا ما توفرش عندكم تقدروا اخواتي تديروا يعني غر طبقة بطبقة يعني طبقة ها كميلة وطبقة اخرى غدي انا ملأ هاد السيليكون هادا بالنسبة هاد هاد الشكل هادا كيجي جميل للمناسبات للحفلات للأعياد انا كنت سبق لي وقدمتوه في الحفلة دي الصديقة ساعي وكانوا سيدات اللي شاركتوهم شاركتو معكم كانو طلبوه طلبوه مني اناني نشاركو معاكم بالطريقة اولا بالمكونات هدي نخليوه على سطح العمل دائما نديرو بلاتو اولا صفرة باش ما يتميلش عندي عطاني هادو جديا طويسات زياتة نخليوه ضروري اخواتي ثلاثة ساعات او ما اكتر من ثلاثة ساعات يكون احسن باش كيقبط معانا وما يمحناش منين بغيون ديمولي لانا كيف ما شفتو كيكون من الجوانب يعني صعيب باش انا نزولوه ممكن نديرو الاصبوع انتاعكم هكا ودزولو هادو كل الجوانب في البداية ومن بعد عاد تحاولو اناكم اتديموليو بنيسبة لي اخواتي انا يعني كننساه كنخليه ممكن اني نديروه منساه نخرج ومن بعد نرجع فكنحطوه بها الطريقة هنا كيف ما شفتو معايا كان بعض الحبات اللي يعني كيبقوا لاسقين لكن يعني ضروري من هاد المسألة هذا لانا القالب كيف ما شفتوه معايا مش النف او لعلاش كلتاج ما يمكنش للناس يحكموا فيه كامل او لا يخرج لنا كامل عدد الحبات كيف ما بعضياتهم لكن اذا خليتوه ثلاثة ساعة او ما اكثر فممكن اخواتي انه يجيكم قابط فراسو اذا يعني بديتوك تزولوه وما تزولش معاكم ممكن تحطوه في المجمد شوية يعني وقت قصير هنا بالنسبة للتزين عندي الفراولة اللي غدي نوضعها بهتشكل هذا الحباة مقسمة على اربعة وغدي نكمل كامل الحبات للاخر وهذا اخواتي هو الشكل النهائي انتعوا كيف ما كتشوفوا معايا يعني ضروري اننا نلتزمو اخواتي بطريقة انتعاد التاجهاده يعني ما نزولوش ان لو تمر عليه فترة ان شاء الله يعجبكم هاد الفيديو الى لقاء في وصفة من وصفاتي حلوية سفة تمزهر او ديلي سفة تمزهر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة